مش عايزة أتكلم معك بصفتك اللي حدك موجود بها النهار ده كرئيس تحرير لمجلة السياسة الدولية عايزة أكلمك كمواطن مصري كان حاضر الاحتفالات مبارح عن قرب المشهد ربما في التلفزيون أو على شاشات ممكن يكون مختلف لكن على الحقيقة بيكون فيه انتباعات أخرى عايزة أعرف حضرتك شعارتي بإيه وانت موجود في الحفل مبارح أو في الافتتحات دي مبارح لا خليني أقول حضرتك هنا مواطن مصري عاش مصر الحقيقية مصر الحقيقية أنا عاشتها في شبرة شفت مصر اللي أنا شفتها مبارح تاني مصر اللي تخاطفت سنين كتير قوي تخاطفت فعلا أفكار غريبة جدا علينا تم استراضها والتخديم عليها وتوظيفها في قلب المجتمع تكفير مش لإخواتنا المسحيين بس تكفير لينا احنا كمان كل اللي ما بينتميش للتكفريين الإرهابيين هو عدو ليهم فبالتالي كل المصرين قعدة إليهم كنت بتستغرب كنت بتحس إنك غريب في المجتمع ده مش هو ده المجتمع اللي عيشته أنت صغير مش هو ده المجتمع اللي فيه البر والإحسان والتسامح وإعلاء القيم الإنسانية وإنك ما بتعرفش مين المسلم ومين المسيح يعني مع عمر النصر سألنا السؤال ده مبارح كان فيه فيلم حلو قوي 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 بتاع الأطفال الصغيرين ده من أحلى الحاجات اللي حصلت على فكرة يعني من أحلى الحاجات اللي حصلت مبارح الفيلم ده لو بنفهم هنبني عليه كتير جدا التحليل فيه تحليل اللي ممكن يتابع كويس تحليل لردود الأطفال الصغيرين لا فيه 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 نزعة إنسانية عالية جدا إنما إزاي ده بيتشكل في قلب المجتمع بعد كده ده مهمة المجتمع فاللي حصل مبارح أنا بعتبره يوم فاصل جدا في تأسيس الدولة المدنية المصرية اللي بتعلي مبدأ المواطنة المواطنة وأساسها الهوية المصرية والهوية المصرية دي خلطة مش بتلاقيها في أي حتة يعني صعب جدا إنك أنت تقدر تخترق هذا البناء الحضاري النسيجي المصري القائم على امتزاج ثقافات وحضارات متعددة على مدار التاريخ من أقدم دول العالم الدولة الوحيدة في العالم أو من الدول الأوليلة في العالم حدودها واضحة على مر التاريخ الدولة الوحيدة في العالم اللي شعبها قادر على استعاب الحضارات المختلفة اللي بتمتزج به